موسيقى من تونس الخضراء نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء وأهلا بكم إلى التونسية والتي نخصصها للحديث عن آخر تطورات المشهد الانتخابي في تونس إن كان على المستوى الرئاسي وآخر التطورات التي حصلت في الساعات الأخيرة أو على المستوى التشريعي وما أفرزته نتائج الانتخابات البرلمانية وما يقال أيضا عن ما سينتج عن هذا البرلمان على المستوى الحكومة على مستوى التحالفات هذه النقاط وغيرها وقراءة أيضا في المشهد السياسي بشكل عام في تونس سنناقشها مع ضيفنا اليوم في استوديوهات الميدين هنا في تونس الفائز في الانتخابات التشريعية مؤخرا عضو مجلس نواب الشعب في تونس السيد صافي سعيد وهو أيضا المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية سيد صافي سعيد أهلا بكم مرحبا بكم أهلا وسهلا بكم الميدين مرحبا بكم سيد صافي سعيد لابد أن نبدأ بداية بآخر التطورات الحاصلة في تونس موضوع الإفراج عن السيد نبيل القروي خاصة أن عدة جلسات عقدت سابقة من قبل قضاء تونسي لم يفرج عن الرجل بالأمس البعض قال أنها شكلت مفاجأة وصدمة أن يخرج نبيل القروي قبل يومين فقط من الصمت الانتخابي وثلاثة أيام على موعد الاختيار التونسيين لرئيسهم الجديد هل فعلا كانت كذلك أم أن هناك صفقة سياسية كما يتحدث البعض أنا أستبد أن تكون هناك صفقة سياسية لكن هناك ضغط دولي هناك ضغط دولي استجيب له اتحاد أوروبي ضغط وضغطات كلها مرت عبر قناة رئيس الجمهورية وهم وجدوا أنفسهم في ورطة الحقيقة أنا منذ 28 أغسطس قبل انتخابات بخمسة أيام حذرتهم من هذه الورطة فيما لو نجح فيما لو لم ينجح أنتم وضعتم أنفسكم في ورطة وأتركوا فرصة كان عليكم أن تستبعدوه من الأساس من الترشيح أو كان عليكم أن تتركوا له المجال للمنافسة ثم أنه في الدورة الثانية وعندما ترشح للدورة الثانية الرجل حصل نسبة كبيرة من الشعب التونسي أنا دفاعنا للناخبين دفاعنا للناخبين اليوم 550 ألف الديمقراطية مش فقط مرشحة هي ناخب أيضا وهؤلاء إلى أين يذهبون هذون حرموا ربما حق لذلك بكل موضوعية رغم أني أنا لست من صفة ولكن بكل موضوعية تحدثت هذا كلفني الكثير لكن تحدثت بموضوعية بعقلانية نبهتهم وجدت أنا أعتقد أنه اليوم القضاء والميديا هم اللي يحكموا في العالم والقضاء فالت على سياسيين وأحيانا يتلعب سياسيين وأحيانا سياسيون أيضا يتلعبون بالقضاء مثل لعبة العلام لعبة العلام والسياسي هذا يتلعب بهذا لذلك اليوم هم خرجوا هو كان يهدد بالانسحاب كان يهدد بالطعم كان يهدد بأنه لن يشاركوا سيدعو ناخبين لا يشاركوا بذلك أنه تفتح لهم مشكلة ثانية هي مشكلة الطعم فيما بعد الانتخاب ولذلك اختاروا الطريق الأسر هو اليوم هل يقبل بنصف الساعة الأخير أو لا يقبل مسألته هو حر وهو أصبح الآن خارج القضبان سيد صافي فقط ليكون الجواب ملخص يعني أفهم منك أنه سبب الرئيس لإطلاق صراحة سيد القروي بحسب رأيك هو ضغط دولي من الخارج أم صفقة سياسية البعض يتحدث عن صفقة ما بين القروي وحركة النهضة حسبة سياسية خاطئة من البداية وهذا هو اليوم هم يعني أحسوها وحسوا بالهوة تتسع من تحت أقلامهم وكانوا ربما كانوا ربما يصلون إلى نتيجة تطعن النهاية في الانتخابات الرئيسية كلهم وبذلك يعيدونها وإعادتها وديمقراطية ناشئة واتحاد أوروبي ينتظر وهم تحت الكاميروات العالم كله وكذا هذا لا يساعدهم ثم أنه الهيئة المستقلة نفسها يعني تراجعت وفقت اليوم يعني انتبهت للخطأ الفادح الذي وقع فيه لأنه هي تملك الولاية كاملة كان ممكن هي أن تقولك المتهم البداية ثم أنه قانون الانتخاب ثم أنه قانون الانتخاب في تونس قانون ضعيف الباب مشرع للجميع يقدر يأتيك حتى شارون ويترشع في تونس هذا كلام خطير الباب مشرع نبهناه عديد المرات اللي عنده جنسية جنبية يترشع واللي بلج ضريبة يترشع والمريض حتى بالسرطان في الدرجة الثالثة يترشع واللي هارب من العدالة يترشع واللي كله كل ناس والمجرم واللي خارج بالسجن واللي ما عندهش بطاقة يعني بطاقة استقامة بطاقة عدد ثلاثة يترشع كلهم يترشع واللي عنده البال يترشع يعني بزار مفتوح للجميع يعني فعلا كان لازم هما ينتبهون ويعملوا قانون انتخابي يحترموا يعملوا شروط شروط ترشع يعملوها ما يطلبوا منك شي ما يطلبوا عليك شي سيد صافي هناك أيضا حتى اللي عنده جنسية جنبية كم واحد ترشع بجنسية جنبية منه هذا رئيس الحكومة كله نصفهم نصفهم بدون منازع يحملون جنسية جنبية كيف؟ هل هذا معقول؟ معقول في بلدان أخرى؟ مش ما أقول في بلدان أخرى؟ نبناهم 8 سنواتنا أحكولهم في الكلام اليوم انتبهوا إلى حد الماء جاء كل وقت عمل روحوا أو تخلى على الجنسية اللي جنبية كبير كلمتين في تليفزيون أنا تخليت على الجنسية هم ما عندهم شجاء يتخلوا حتى على إيشي حتى على حضيتهم القديمة ما عندهم شجاء صحيح أن الرجل اليوم خرج نبيل القروي من السجن في موضوع التهرب الضريبي وغسيل الأموال لكن هناك اليوم ملف آخر شائك جدا يثار في وجهه هذا ما نشرته إحدى الصحف أيضا الكندية وأخذت تصريح من ضابط موساد سابق بن ميناشي يتحدث فيه عن أنه اجتمع مع السيد القروي في وقت سابق فقط لأنه أنا الآن أسألك كعضو في مجلس نواب الشعب التونسي ولا أسألك كالباحث والكاتب والمفكر أنا مجلت لم أقسم بعد ولا توجد لدي حصانة ثم أنه أنا مش أنتظر في الحصانة حتى أقول حقيقتي صافي سعيد معروف هنا وفي غيري هنا لذلك أنا أسألك كشخص فازة بالانتخابات وأخذ سطة التونسيين أنا أبدا لا أقول أنا لا أعرف أنه غسيلة موال ما معنا في تونس وكل الناس يجدون أنه ونخرج ويجدون عندي 4000 دينار اللي هما 1500 دولار في جيبي تسمى غسيلة موال يعني قانون قانون سأريد أن أسألك عن موضوع شركة الموبيل ما نحكيش عليه أنا أنا ما نعرش داخل أنا ما نشركه ما نشركه ولا أرجم بهكاكا في الهواء يعني وانه ملف باهي إذا كان عنده هالملف ذات لماذا يطلق صراحة ولماذا التعقيب يحكم له ويطلق صراحة قبل أن تحكم عليه المحكمة هو ما عنده حكمه هو عنده شبه أو تهمة هو ما عنده حكم قضايا حتى يعني تعقب عليهم محكمة التعقيب تكون لها لخبة في لخبة ما ثمش واحد فهمها ولا أي واحد في قانون دستوري في القانون الجنائي في أي قانون يفهم اللخبة اللي صايرة فهمت ألا أي سياسية من فوق ومن تحت وخاضعون للوصاية طبعا طبعا إذا تحدثت قلت روه السرهاب في تونس هو بين إيطاليا وفرنس قلت لي وقلت روه نبيل القروي روه يمثل المصالح الإيطالية هنا هو مجموعة حلفاء وقلت أن يوسف الشاد هو المصالح الفرنسية وهذا السرع اليوم ما نعرفه إيطاليا فازت وفرنس فازت في تونس باختصار بغير تفاصيل وهذا يعني عندي معلومات ونجم نشرحه ونعصله لكن مش وقته مش وقته طيب سيد صافي سعيد لأختم هذا الملف موضوع الرئاسي وندخل أيضا بموضوع البرلماني بأمنك أيضا أنت شاركت في هذه الانتخابات البرلمانية البعض يقول أنه سيكون هناك تأثيرات لإطلاق سراح سيد القروي على نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم الأحد هل إطلاق سراح الرجل بالفعل الآن سيمنحه فرصة أكبر بحسب ما البعض يقول أنه الآن سيزداد الزخم عنده ستشتعل بالتالي المنافسة وسيكون لديه نوع من أنواع الحضوظ أكبر الآن بعد خرجي من السجن لا أعلم لا أعلم أنا أعتقد أنه تمتع هو رغم ظروفها السعبة أكيد أنا نبيل القروي من ناحية للشخصية صديق ونعرفه ونعرف عائلته وكل شيء لكن رغم أنه أعتقد أنه تم منقال أنه يوسف الشيد قام بأكبر حاملة انتخابية لسراح نبيل القروي ووضعه في سجن ربما هو نال بيها لأنه تعرف أنت شعوبنا تمشي مع المظلوم ومع الضحية ومع كذا اليوم هو خرج مرتاح ومعتد بنفسه وقوي وأنه متحدي أيضا ربما الناس أيضا يحبون البطل هو استفاد من الدورين دور الحضحية ودور البطل لأنه هو يبدو كمال وأنه تغلب عليهم جميعا فيما يتعلق بالمسألة هذه ركبت على عجل طيب سيد صافي لا أعرف إذا كنت أيضا تريد أن تدخل في هذه القضية ولكن في وقت سابق نقل عنك بأنك دعمت أحد المرشحين أنا أخي سيد قيس سعيد هل لازلت على هذا الموكل أنا أدعم أنا أدعم الصف الوطني شوف أخي عبد الرحمن كل الأرضية الانتخابات في تونس هي مطالبي أنا برامجي أنا شعاراتي أنا أطروحاتي أنا أنا عندي ثمانية سنوات معلم أدرس جدا كمعلم المدرسة في ماذا تحتاج تونس أنا الوحيد اللي عندي برنامج أنا الوحيد اللي فهمت شو الأمن القومي شو التفكير استراتيجي شو شو لغير ذلك عوين موقعنا كيفاش نغيره وين هو مغربنا وين هو متوسطنا وين 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 هذا كله ما علتها الجنسيات اللجنبية ما علتها البنك الدولي هذا كله ما كانوا وش يحكوا فيه كانوا يحكوا فيه حكايات بسيطة هويات يعني متقاتلة في الهواء هذا اسلامي هذا كذا هذا ماركسي قديم هذا كذا لأ نزلنا احنا وقلنا وهذا هو الخط تقول الخط داي نسبة الوعي السياسي في تونس تتكون كانت بسيطة جدا بدأت ترتفع هما الناس فيه نسبة كبيرة انتخبت على هذا الوعي هذه ربما النسبة دي جتليان الوعي الاخر المسطح هو مشاه 80% لما بين سيد قيسعيد وبين نبيل كله مسكين فلاحين بوسطة ميقروش طلاب بطلة كذا منتظرين ممنوعين من السفر مقموعين مقهورين هذه هي أغلبية شعوب في العالم العربي مني في المين اوكي اخي انا مع الصف الوطن انا من يقدم برنامج من يقول انا مع تونس للتونسيين لانا تونس ما عديش للتونسيين من يقول انا مع المغرب العربي انا مع الخط العربي المقاوم انا كذا انا كذا انا مع العدالة الاجتماعية انا مع تأميم الثروات انا مع كذا انا مع هذا كله هذا كله قلته بل رتبته في فيديو وبعدته للسيد قيس سعيد بعد الانتخابات مباشرة وقلت له لازم تحصن صفوفك واليوم رأه وقت تحصين ووقت مفاوضات مع شراكاك مع الاقربون اليك وتنتبه للاموال وتدفق الاموال وتنتبه البنك المركزي قد تصل للرئاسة وتجد البنك المركزي خاوة نبهنا كل شيء لكن لا رد يبدو لي انه هو يأخذ على الرجل من قبل البعض كل الناس كل الناس يأخذون عن هذا المركز كل الناس رغم انه حتى هو اعرفه احترمه جلسنا كم مرة مع بعض لكن انا بالنسبة اليه الان لا معتنيش معتنيش ضمانة انا ماني بحيث على ضمانات لكي اكون اركب في اي سفينة ما هي نصيحة اكتنى السيد قيس سعيد اليوم انا ايضا اخي راهو انا الثاني في الانتخاب عن مستوى النتائج الرئاسة عندي جمهور لا يغفر لي اذا ذهبت في الطريق الخطأ ثم المشكلة تبدو في ناس او فيها اطراف سياسية يعني تلقفت الموضوع وبدأت تستفيد منه وتسوقله وتبنته وهذا لماذا سيصفر عنه ربما المشهد لانه تم مشهد تستفيد منه النهضة الحزب الاقوى والحزب الاغلبي الان والحزب الحاكم والحزب اللي تمرس في المعارضة وفي الحكم لانه حتى الحزاب اللي طلعت اليوم مش بتمرسي في الحكم. وما تحبش تحكم. وتخاف من الحكم. ولا تعرف تحكم ولا تعرف تعارض. وهذا لو الدورين مش صعب. انت ينتخبوك الناس اللي كيتذب للحكم. مش اللي كيتذب للمعارضة. خاصة في الانتخابات. خاصة في الديمقراطيات النسبية. خذ مثال لبنان. تقول لكم تعكموا. كلكم لا تعكمونه في النهاية. وخذ العراق. وخذ حتى حتى الكيان المحتل. يعني ما هو نفس الشيحة. ديمقراطيات النسبية. مش موعة حزاب بتاعكم. في اتلافات. إيطاليا. اليونان. يعني مش فاهمين هاتوانس الشيحة المعارضة عندهم. ما فيش معارضة في الديمقراطيات النسبية. علش. لأن الديمقراطيات النسبية دائما تعطيك نتيجة. أنه الكل لازم يتعاونه. أو الكل يفشل ويعوده. ودائما الخريطة هي نفسها. تتغير بعض الاسباب. بعض الارقام البسيطة. هذين مش حابين يفهموه. هنا. نهذا. فهمة شوية. فهمة. تريد أن تستفيد من الرئيس قيسعيد. ودعمته. وعلنت دعمه. لم تجبني على نقطة. ما هي نصيحتك لسيد قيسعيد؟ لأنك قلت في وقت من الأوقات. أعني مستعد أن أقدم له النصيح. قيسعيد إذا انتصر. مرحبا به. ونحن نقف معه. وسنقف معه إذا وجدناه رجلا قويا. ورجلا وطنيا. لا يوجد زواج كاتوليكي في السياسة. زواج كاتوليكي في مسائل أخر. أما أنا أقول لك من الذي سيستفيد في الوضعية الجاية القادمة؟ لأنه يبدو لي. لنهضة تحب لاثنين. لنهضة تحب تتزوج لاثنين. كيف ذلك؟ تحب تتزوج قيسعيد رئيس. وتحب تتزوج قلب تونس حزب. تحكم به. تحكم معه. على مستوى البرلمان. طبعا. لأنه تحتاج إلى حزب فيه كتلة لبأس. حتى لا تقفى تفتش على الصرف. ما تسموه فيه؟ لا تقفى تفتش على الفرنكات. تحب ألفات. تحب دولارات. يعني النتائج التي أفرزها الصندوق مؤخرا سيد صافي سعيد. سيجبر حركة النهضة التي تصدرت بأن تقوم بتحالف مع قلب تونس. برغم من كل هذا التناحر السياسي الذي حصل؟ نعم. هم كسياسيين وبراجماتيين وعندهم تجربة. لا يختلفون كثيرا. ما هو قلب تونس؟ قلب تونس هو ندى تونس. الذي تفتت إلى قلب ولا ذيل ولا يحيى أو يموت. تحية تونس. تحية تونس هي ندى تونس سابقة. وقلب تونس هي ندى تونس. قلب تونس صاحبه نبي القروي. نبي القروي هو أحد مؤسسين دى تونس. الناس الجمهور بتاع ندى تونس هم اللي يجيوا معها. هم ما يمشيش في بالنا أنه هو حزب كونه في ثلاثة شهور صار عنده الجمهور هذا كله. لا. هو حزب موجود. وحكم. واختلف. وخرج. وعارض. ولكن كي وقت اللي وجده واحد. يقول نحن هناك كما أخرت وأنا. ممشوا معه. فهمت؟ ممشوا معه. هو قلب تونس هم ندى تونس. لذلك النهضة ستتعامل مع قلب تونس بالضرورة وبالمنفعة. ستتعامل. مثر. لأنه عنده عدد حواليه أربعين مقعد. هي تنين وخمسين مقعد. هي كتحصل على هلل. الأغلبية هذه أغلبية تتنين وتسعين وثلاثة وتسعين مقعد. تسعين مقعد. تناجم تجيب التسعتاش الأخرين سهلين. من أين؟ من أين برأيك؟ من على استعداد اليوم أن يتحرف من حركة النهضة؟ عندها. تتناجم تحطي تشتريهم. هذا كلام خطير سيد صافي. تشتريهم؟ عندها حركة الشعب. وعندها الطير ديمقراطي. وعندها تلاف. تلاف الكرامة. وعندها عابير موسي. أنت الدستوري. كلهم عندهم فوق الصلاة. لا سيدة عابير موسي قالت لن أتحالف مع النظر تحت أي ظرف. هي تحكي لأنه لنت تتحالف. هل هي تحال؟ لا توثر. عندها تحي تونس. تحي تونس عنده خمستاش. يعني توه. النظر ما كانت تحكم مع يوسف الشهد. ما ده حسب عزب يوش في الشهد. هي موينجم يدخل عزب الشهد. يوسف الشهد في خمستاش. خمستاش مع تسعين كهو. وصلوا تقريبا. وزيد ربع خمسة مستقلين من هنا ومن هناك. وزيد عندهم أطراف أخرى. عندهم صرف أخر. اللي هو الرحمة وكذا. صافي سعيد اليوم كنائب مستقل. إذا عرض عليها أيضا الدخول في اتلاف برلماني لتشكيل حكومة. وعرض عليها أيضا أن يدخل إلى حكومة. هل سيقبل بذلك؟ أنا لو نحكي هذا. هم يعرفون. لا نجتم. ننسب لننقل. أنا نحل في وضعية. يمكن أن ننتظرها المشاهد وكذا. صحيح. وبدون. لكن تقول لي نقبل أو لا أقبل. أولا لم يعرض عني بعد. عرض علي في السابق لم أقبل. الآن سأر العرض. لكن أنا عندي شروط. ما هي؟ عندي شروط. هم يعرفون. أنا الوحيد لنجيب شكلهم حكومة. أنا الأطراف كله نجيبه. وليك هي الديمقراطية النسبية. ومش بالضرورة بالحزب الأغلبي. لأن الحكومة سيشكلها واحد مستقل. أنا مستقل. أنا تمتع بثيقة لدى الأطراف كلها. يعني تطرح نفسك رئيس حكومة؟ نعم. وطرحينها في الشارع وطرحينها في الفيسبوك وطرحينها عند النخبة السياسية وعند الأحزاب. نعم. ولقب. وإذا أقل شيء. ولكن هل تقبل بك الأطراف سيد صفحي سعيد؟ ليس بأي منصب. هل ستقبل بك الأطراف المختلفة بظل هذا الفساء الموجود اليوم في البرلمان؟ بدون منوسعه في هذا. لأنه بيصير الواحد كما لو أنه يحب يزوج نفسه. لا. شوف. أنا أقول لك. الناس كلهم أنا الوحيد. اللي نجم. يلتقوا حولي. نعرف كيف ينفوضهم وكيف يجيبهم. لأنني أتمتع بثيقة لدى جميعهم. هذا هو. فهمت. وهم يفهمون ذلك. الموضوع ربما أتروح. ما أعتقد. أنا لا أقبل. هذا من حيث ده عرض عليه. أنت تقول لي. ثانيا. فيه منصب آخر. أنا أهمني كثير. هو منصب رئيس الأمن القوم. نائب رئيس الأمن القوم. بدون ذلك المنصبين صعب جدا. ونعرف ستطرح علي كثير منصب. صعب جدا. لأنني لا أريد أن أغير. لا يسأل. لا أستطيع أن أغير في تونس. إلا من هذين الموقعين. أبدا. ولا أحد يستطيع أن يغير في تونس قيدة أنملة. إلا من هذين الموقعين. نحن نريد أن نغير. لأنه ولا حزب عنده برنامج. ولا حزب عنده برنامج. وفي الديمقراطية النسبية لا تهموننا بأنهم عندهم برنامج. ثم برنامج يتفق عليه من الجميع. ثم ما صار والدولة ماشي. طبيعا. ثم إصلاحات التم. مستعجلة. ثم سياسات عليا تخطط في مجلس الأمن القومي. ثم تنفذ في الحكومة بعد ما يصادق عليها البرامان. أنا أفهم السياسة في هذه البلاد حتى تتحرك هذه البلاد. البلاد نايمة عند 8 سنوات. تغلي في قدر ما فيه إلى الماء والحصار. يعني باختصار أفهم منك سيد صافي أنك أنت منفتح إذا ما تم الاتصال بك على الطروحات. بحسب شروط التي قلت عنها. نشير مشاهدين. السيد صافي سعيد الآن قال أنه يشترط أن يكون إما رئيس حكومة أو نائب رئيس الأمن الوطني. الأمن القومي. الأمن القومي. نعم. في مقابل أنك تقبل في هذه الحالة أن تشارك في اتلاف برناماني يؤدي إلى تشكيل حكومة. لماذا؟ لأنني أنا لا أريد أن أحرق نمشي. ولو أريد أن أطلق لهم أو أبقى نائب معترم وقاوم ما أستطيع. وأنتظر فرصة أخرى أفضل. لأنني أعتقد فيه وعود جيدة. أنت تعرف. لبعض معرفة. عندي كثير أحزاب صديقة. صحيح. وأريد أن أتحدث عنها لكن بعض الفاصل بموضوع الأحزاب. لأن هناك كتل أيضا اليوم تشتركون. أعتقد بالفكر. أنا أشوف في هذا العمر. لا أستطيع أن أذهب إلى وزارة التعليم أو إلى وزارة الصحة. حتى الخارجية. الخارجية تتمسك بوضع دبلوماسية وسياسة خارجية جديدة تماما. حتى الخارجية. يلمح إليه. لا أتحد. الخارجية. هات شو سياستكم؟ أحب أن نغيره ونغيره. هل يوافقهم على هذا؟ لا يوافقوهش. لا يوافقوهش. سيجدون صعوبة جدا في تشكيل حكومة. والمرة هذه الشعب لن يسامحهم. وإذا فشلوا المرة هذه الشعب سيأكل أثيابهم. وصدقهم. المرة هذه سيقتل يعونا الرخام من بيوتهم. ولكن سيد صافي. ألا تعتبر هذا الكلام الآن مناقض لما قلت قبل قليل. بموضوع صعوبة تشكيل الحكومة. أنت قلت أنه بإمكان النهضة أن تتحالف مع قلب تونس. هناك تسعين نائب. وبإمكانها أنت سميتها تشتري عدد معين من النواب. ينجب ويعملوا. ولكن هذا الذي سيدي إلى حدفهم. هذا التركيبة البسيطة التي تبدو بسيطة. وينجب ويعملوها. ما يعني أنا خوض كلام جدا خوض كلام مسخرة مرات. هذا التشكيل اللي يعملوها بسهولة. ويتحالفهم. وممكن يتحالفوا مع هذا. وهذا يعملوا حكومة ويزين نروح. بس بعد شهرين. ثلاثة. ستة شهور. سيجدون أنفسهم في مواجهة الرياح العادي. هذا اللي يحب يتقولون. يحبوا يعملوا حكومة صحيحة. يشاركوا الناس كل. ينسبوا ديمقراطيتهم. ويجيبوا شخصيات مستقلة. ويعملوا برنامج. ويموقعون سياسة وين. أين هي السياسة في تونس. من الذي يقود الدولة. شو. يجيبونا رئيس يسجنوه بعد ستة شهر في القصر. ويجيبونا رئيس حكومة. يعرقلونه حركته. يجيبونا ببرلمان. يبدأ كأنه سيرك عمار. لما سيرك عمار تونسي معروف. مش هذا. إلى متاسر ينتظر هذا الشعب. ولذلك أنا لا أشارك في السيرك. سنفصل أكثر بماذا ينتظر الشعب. وأيضا عن هذه الرياح التي تحدثت عنها. وعن إمكانية أيضا أن تعقد حضرتك تحالفات. كما ذكرت مع بعض الكتل. التي ربما تتقاطعون بالتوجهات والأراء. كحركة الشعب وربما التيار الديمقراطي. لكن بعد فاصل قصير سيد صافي سعيد. مشاهدينا فاصل. نعود بعده لمتابعة هذا الحوار. مع النائب المنتخب في مجلس نواب الشعب التونس. والمرشح السابق لانتخابات الرئاسية. سيد صافي سعيد. أقوم معنا. أهلا بكم من جديد. عزائي المشاهدين إلى التونسية. والتي نستقبل فيها اليوم. النائب أو المرشح المنتخب في مجلس نواب الشعب التونسي. سيد صافي سعيد. والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية. سيد صافي أهلا بك من جديد. ونعود أيضا للنقاش. ودخلنا في موضوع تشكيل الحكومة والبرلمان. إذا أردت أن أسألك عن موضوع إمكانية أن تقوم خضرتك بعملية ائتلاف داخل الحكومة. من هي القوى اليوم التي من الممكن أن يتفق معها صافي سعيد. وأن يشاركها أيضا ربما في تكتل برلمان معين. أولا هذه كلمة نائب ما زالت جديدة على أدني. لم تتعود عليها بعد. أنا أحب كلمة كاتب صحفي مفكر كذلك. حقيقة يعني. لأنه هذا الأبقى. ثانيا نائب في تونس. مش كيف نائب في لبنان. يلا من الأخر. عليك حال. شوفوا أمامنا برنامج يلتونس. برنامج بش نستمره في اليمين وفي التوحش وفي التجاه الفقراء وفي التفقير وفي رفع من الضرائب وفي التسليفات وفي الديون. هي أما طريق بش نضع سياسة جديدة ومنوال جديد تدفق جديد نحو العالم. وبناء علاقات أخرى جديدة. ونوقف القروض ونوقف وكذا ونبدو الاعتماد على الذات وتأميم طرواتنا وكذا. هذا الطريق اللي أنا منه أنا أعتقد أنه جدوله الناس فيه في الكتل. أنا أعتقد أنه كتلة كي كتلة محمد عبد والتيار الديمقراطي كتلة وطنية. كتلة حركة الشعب كتلة وطنية بامتياز. النهضة أيضا رو فيها جناح. ليس جناح. يعني حقيقة قواعدها كلها قواعد وطنية. وحتى قياداتها وخاصة قياداتها الشابة وقيادات من الصف الثاني وكذا كلها أيضا. وتقتنع بهذه المشروع وتريد التغيير وتريد يعني تريد منوال آخر. المنوال هذا قديم. يعني هالنمط الانتاج اللي عايشينه في تونس والطريق الاقتصادي والطريق الاحتساب اللي نحسبه بها. كذا طريقة قديمة جدا من الستينات. من الستينات ونحن ندوره كل عجلة. مش هتعالي تكوتش وعجلة تخشب. يعني صرنا عربة مهترئة. كل مرة يجرها حصان يعني لا يعرف طريقه. وبالتالي لابد. إذن كتلة كمحركة شعب كتلة وطنية. أيضا في حزب ندى تونس في اليسار في كثيرين. الحقيقة رأي الحزاب التونسية مليئة بالوطنيين ومليئة بالكفاءات ومليئة بكذا. لكن مشكلتنا هي مشكلة القيادات. ما فيش قاعد في تونسي لهذه اللحظة ما فيش قاعد. وهذه الثورة لم تصنع قاعد. والديمقراطية لم تسمح. الديمقراطية النسبية اللي نعيش فيها لم تسمح لأي واحدة أن يصبح فيها قاعد. بما فيه. فأنا أتصور أنه ائتلاف حكومي ووطني ممكن. وممكن جدا. بقد تتخلى شوية عن أنانية. تتخلى شوية عن حزبية. أن نرتفع بالوطن أن يصبح هو فوق الجميع. وهو هذا هو بس. وهذا لازم لغة جديدة. وأعتقد أن النجم يخاطبه كل الكتل السياسية وكل الأحزاب وكل الطائرات. ما معروفة الطائرات في تونسي. طائرات سياسية. تواحز بالدستور. مليئ بالوطنيين. واللي هو التجمعه كذا. مليئ. مش كلهم مع النظام المفروض عليهم. أن هذا نظام مفروض على الجميع. حتى الأحزاب يعني هي عبارة عن بيسين. أنه يسبحوا فيها الجميع. لكن كان يجي واحد آخر يقول نعم بيسين جديدة. يوجدش كون يعمل مع بيسين جديدة. فهمت؟ وإني ذا يقول مش صعيبة جدا. تونس سهلة بك سهل الممتنعة. تريد جرأة. تريد قيادة. تريد حفر طريق آخر. يعني أرسموا طريق آخر. أراه التفكير لاستراتيجي ووضعها استراتيجية جديدة. الذهاب نحو تطبيقة. رأوا اللي أريد منه. حان الوقت لأننا تخلفنا. وكل يوم نتخلف. وبكل هالمنظومات اللي موجودة هنا. وهنا وهنا وهنا. والتي تدعي. وتدعي. كل هالمنظومات تآكلت. واهترات. أين سينتظرون الجديد؟ ينتظرون الجديد. طيب سيد صافي. بما أنك تتحدث عن سيناريوها. تسمح لي أن أرسم أنا وإياك سيناريو. بحسب ما أنتجته الانتخابات البرلمانية. بحسب هذه الانتخابات تصدرت حركة النهضة. وبالتالي من حقها أن تدفع بمرشح لرئاسة الحكومة. برأيك في حال اختارت النهضة. وهذا قاله سيد عبداللطيف مكي. كان ضايفنا هنا في أحد الحلقات. وقال أن النهضة ستدفع بأحد قياديها المقبول. من قبل مختلف الأطراف. ليترأس الحكومة. برأيك سيكون قرار صائب من قبل النهضة؟ أنا أعتقد أحد مناضي لها أحد قياديها أعتقد أنه لا أتمنى لهم أن يقعوا في هذا الخطأ مرة أخرى. أنا ذهبت لسيد راشد الخنوشي. سيد راشد الخنوشي في 2011. شكله حكومة. أنا ذهبت إليه ليلة تشكيل الحكومة. وتعشيت معه في بيته. قلت له يا سيد راشد أول بقال قرأته لك في حياتي هو أنك لمت على الجزائريين عندما هزهم من الانتصار وبدأوا في المحاسبة قبل أي شيء ولمت وقلت هذه النزعة الانتصارية هي النزعة قاتلة. قلت له لماذا أنت الآن تستعجل؟ أنت تنفزته. بس لماذا تذهبون للحكومة؟ طبعا قال لي هو رضي عليه بنكتة قال لي العريس لا يعود من ليلة الزفة من العتبة. بمت وصلنا وصلنا. صحيح أيضا في السياسة وصلنا الآن لم نصل بارحة. وصلنا وصلنا. لكن اليوم يتريته أخذوا درس أخذوا درس أول ودرس ثاني. ليش؟ عليهم شاركوش. ما يعرفوه الديمقراطية هذه ليست ديمقراطية أغلبية. أو لو الديمقراطية أغلبية حزب جاء بالأغلبية يتفضل يحكم. لازم يكون برنامج واضح. حزب آخر في المعارضة أو حزبين آخرين في المعارضة يعملوا حكومة ظل ويعملوا معارضة صحيحة وبناء. بس هذه ليش هذه اللعبة في تونس. اللعبة في تونس هي مجموعة حزاب مجموعة اعتلافات. مستب وتناسب. كل أيوة لازم التناسب والتنسيب ولازم نوع من التوافق والتدفق فيما بعضه والاتصال والتعاون والتفكير المشترك هدايا ما نشقدرين عليه الآن. لازم أن نقدر عليه غدا. لماذا لماذا نذهب نحو الامتحار؟ ما هو يعرف يمكن يشكل حكومة بصعوبة يبقى شهرين ثلاثة واربعة وخمسة كما العراق ويمكن ما يشكلش يمكن يشكلها أيضا بصعوبة ويقعد في الامتحان بسرعة. لأن الشارع يترصدون الأعداء يترصدون سواء في الداخل أو في الخارج يعني هي حركة النهضة وجهة نظرها سيد صافي تقول أنه نحن نلام منذ الالفين واربعة عشر على ما حصل ونحن لا ذنب لنا لأن مشاركتنا لم تكن فاعلة أما الآن فمن حقنا أن نحكم وبالتالي حاسبونا أنا ذاك يخي هم يحكمون هم حكموا أراه بمجرد أن تدخل الحكومة وتأخذ حتى وزير اثنين ثلاثة أنت حكمت هم يحكمون منذ ثمانية سنوات هم يحكمون ويحكمون في البرلمان ويحكمون في السياسات ويحكمون في المنهجيات ويحكمون في القرارات ويحكمون في التنفيذ ويحكمون هم يحكمون وهم يعني عاملين فعلا عاملين نسيج والتحصينات لمواقعهم ولسلطاتهم وكذا هم يحكمون اليوم علينا أن نحكم بطريقة أخرى يا أخي خلوا الناس آخرين شاركوكم. خليهم شاركو. خليه. اللي جاب. رأوا إذا أنت تبتغ قوله هذا معارض معارض معارض. يبقى طول حياتي في المعارضة. رأوا ما نكونوش كفاءات. ما نكونوش كفاءات. وما ندربوش الناس على الحكم. وما نعلموش الناس صعوبة الحكم. خلي الناس يعرفوا. يتعرفوا على صعوبة الحكم. شارك الناس. بأوسع ما يمكن. ليش? ليش يا أبرك نجحت. أنت ما نجحتش باغلبي. أنت في النهاية ما نجحتش بواحدة خمسين في المية. أنت نجحت بواحدة وعشرين في المية. فهمت؟ إذن أنت لازم تحكم على الآخرين. والآخرين يحكموا معك. مع اعتبارة أن كنت الصف الأقوى. أو الصف الأول. أوكي. فيش مشكلة. فهمت؟ شارك الناس. هذه الديمقراطية النسبية هي حتى لنا من أي أحد. ها هو مبدأ الأساسي. حتى لنا من أي أحد من التشارك والمشاركة. فهمت؟ وأنا نعرف أن الديمقراطية النسبية هي صعبة. خاصة على بلدان مبتدئة في الديمقراطية هي صعبة. وعادة ما ترمى للبلدان المبتدئة لكي تتعذب أكثر. فنعرف. وهكذا إذا لم نتعلم منها. يعني مثلا المرة هذه إذا أحنا ما تعلمناش سيأتي من يحور قانون الانتخابي. ونذهب إلى الديمقراطية أغلبية. شعب التونسي الآن لم يوضع أمامه برنامج. لم تأتي أي حكومة وقالت أنا عندي برنامج سأنفذه. لم ينتخب الشعب التونسي أي حزب على أساس برنامج. لا يملكون أي برنامج. وحتى لو كانوا يملكون بعض البرامج وبعض الوريقات يوضعونها أمام الطاولة. يتعاركوا ويخرجوا. وحاولوا كم من مرة. مش هكذا. نعم. لازم نعم المحاور. السلطة نبدأ من المحاور. التي تقوم على مدى هذه المحاور. نبني محاور داخلية لتحريك لتحريك العمل والتنشيط والتحصين والابتكار والبداع والمشاركة والتشارك. الديمقراطية تطلب هذا. نعم. نشوف في مشهد جامد كل أربع خمس سنوات يتغير طف. كانت كثيرا. شكول اللي ربح. كما يقولون كل الناس يلعبون. الكازينو واحدة ربح. معنى أنتها. الرابح هو الفقر. الرابح هو الغرب. مش كون الرابح. من الرابح في هذه اللعبة؟ يا خير. لازم الناس اللي ينتخبوا. لازم يكونوا هم الرابحون. طيب سيد صافي اليوم أيضا. وهذا موضوع أثير كثيرا في موضوع المناظرات الرئاسية تحديدا. موضوع السياسة الخارجية لتونس. تونس الآن أمام رئيس جمهورية جديد. برلمان جديد. وحكومة جديدة. برأيك كيف يجب أن تتصرف تونس على مستوى علاقاتها الخارجية؟ وأي دور يجب أن تلعبه تونس؟ والله. أنا لو تسألني كيف لو أنا كنت في موقع كيف ممكن أتصرف؟ ليس بالضرورة رأيك الشخصي. لا لا لا. لكن تونس كيف يجب أن تكون؟ أنا دائما عندي رؤية متكاملة أن السياسة الداخلية هي يعني السياسة الخارجية هي نعكاسها السياسة الداخلية. أحنا مدام ما فيه السياسة الداخلية قوية وقايمة على التنمية والإبداع والمشاركة والديمقراطية وقايمة على السيادة والكرامة الوطنية وسيادة المواطن والمواطنة الجديدة ورغم النجموش نكون لأننا سياسة خارجية نجحة لأننا نمشي عندنا الفقر عندنا إصلاحات بسيطة بطيئة عندنا تسليفات عندنا ديون أنت تبدأ كل يوم الدين وكل يوم عليك أن تراجع الدين يعني كيف تكون عندك سياسة قوية خارجية إذا أنت مضطر أنك مرغم أنك لا تنجح وتعمل أي علاقة قوية مع أي طرف آخر في العالم يعني يبدو لي أنه ممنوعين من ليبيا وممنوعين حتى من المغرب والعلاقة بيننا وبين الجزائر كما فرضتها الجزائر وممنوعين من فريقيا وممنوعين من فرنسا ومن أوروبا وممنوعين أنك تمديدك للصين أو لروسيا أو للهند ممنوعين حتى تبقى أنه كانت معسكر أصبحت منتجة سياحة منتجة سياحة رخيصة جدا 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 إلى حد القرف وكو لذلك شوف السياسة خارجية متاعي بلده هو أنعكاس إذا فيه كرامة وفيه سيادة في الداخل وفيه حركة وفيه سياسينة قوية وفيه أفكار مبدعة وفيه فهم لموقعنا الجيوستراتيجي أرى أن نعمل سياسة خارجية قوية ونفض شروطنا وعندنا كيف نفض شروطنا نحن المتوسط نحن قمة المتوسط قلب المتوسط ساحلنا إذا حسبنا ساحل الشرقي لبنان وسوريا رأوا ساحلنا رأوا ثلاث تربع ما تملكه أوروبا من ساحل المتوسط نحن أصحاب المتوسط ورانا أفريقيا قارة ضخمة وكبيرة قارتنا تونس كانتوا سمى أفريقي تونس كانتوا سمى فينيقيا أيضا وقارتاش يعني تونس هي المشرق والجنوب جنوب الصحراء هذا كله ضاع ضاع في الكارت بوستال اللي وزعوا فيها أو سياحة أو سياحة وانت منعرش هكذا أنت جهت إن شاء الله تكتشف سياحة إن شاء الله اكتشفت السياحة بعض الشيء سيد اسمح لي أن أعود أيضا لأنه ذكرت أنت قبل قليل موضوع نسب الأصوات وذكرت حركة النهضة بمحصول ما حصلت عليه من أصوات في هذه الانتخابات برأيك نعود لموضوع نسبة تصويت لأنه الانتخابات الرئاسية في دورها الأول قيل الكثير أنه كان هناك ما يشبه العزوف اليوم أيضا في الانتخابات التشريعية كانت النسبة أقل ما مرد هذا العزوف وهل تتوقع بالنسبة اليوم الأحد المقبل التونسيون أمام استحقاق يقول بعض أنه تاريخي سيؤسس لتونس لسنوات مقبلة هل تتوقع أيضا أن تكون نفس النسب أم أن النسب الآن سترتفع مع خروج سيد القروي واشتعال الحملات أيضا الانتخابية اليوم مع هذا الخروج أنا أتوقع أنه يكون المنسوب هو نفسه طبعا في الانتخابات الرئاسية كان أكثر من الانتخابات التشريعية بنسبة 10% كذا لكن المشكلة هو أنه أحنا المنسوب الانتخابي ككل أحنا نحسبه فيه على 11 مليون 11 مليون إحصائيات 2008 إحصائيات الرسمية من 2008 إلى 2020 في 11 عام أحنا نعرفه عند علماء الديموغرافيا كله يعرفها أنه بلد كيف تونس في العالم الثالث يتضاعف عدد سكانه كل 25 أو 30 عام معنى أحنا من 11 يمكن حوالي 14 عدد سكان ما زالوا يحتسبون على 11 مليون مع ذلك أنه هم يقولون لنا أنه فيه مسجلين جدد بأكثر من مليون ونصف لكن لم نراهم لأنه النسب أقل من نسبة 2014 لم نراهم وينه من مليون ونصف جدد ولذلك ثم عزوف ثم عزوف ثم مزاج ثم مقط ثم قهر عند الناس وكل مرة واحد يقول سأتعلم هذه المرة سأتعلم كيف أختار هذه المرة أو أتعلم أني لا أذهب إليهم أبدا كل مرة ولكن مع الحرقة مع التردد مع كذا مع شوية تنجيع مع كذا يذهب وعادة يعني في الأغلب لا يعرفون أين يرمون أوراقهم أقول لك لأنه مش كل اللي صوتوا لدون المقتنعين ولا لها دونهم مقتنعين كلهم مرات مدفوعين دفع مدفوعين دفع سواء بالمجاملة نحن على مجتمعات عربية ونعرف الثقافتنا سواء بالمجاملة أو بالمقاربة أو بالمساهرة أو بالمصالحة أو بالمصلحة اليومية المصلحة السريعة أو 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 قناعات فكرية قليلة لا زنة ما زنة طيب وجه للناخب التونسي رسالة سيد صافي صعيد سيد صافي صعيد رسالته للناخب التونسي يوم الأحد ماذا تقول للناخبين التونسيين والله أنا أقول لهم صوبوا جيدا لا تضيعوا الفرصة في كل مرة على أنفسكم عارفوا من تختاروا اسألوا حسيسكم أكثر حتى ما تسألون جيرانكم لأن الحدث أنا أثق في الحدث أثق في الحس السليم أنا أعتقد الشعب التونسي يمتلك هذا الحس السليم أنا أسألوا حسكم السليم وصوتوا وصوبوا جيدا وليتوا صوتنوا حاسبوه حاسبوه من دون دعم أي أحد من المرشحين بشكل المباشر وتسمية أحد أنا من تقولش في كده هم يعرف أنا عندي جمهور اللي هو أكثر من ربع مليون يعرف جيدا صافي سعيد مع من وهو يعرف وأنا لا أمدلكهم كقطعان أنا مش هاريهم هم مش في جيبي هم أيضا أحرار عندهم أراه هناك من غير رأيه هناك من لم يغير رأيه هناك من يفضل هذا على هذا لن كده ثم أنا لم أتفاوض مع أي طرف من الطرفين أنا أيضا جمهوري حافظ عليه وحافظ على عذريته وحافظ عليه لمعركة أخرى معركة مقبلة نحن نعرف لو ما بين دورة أولة ودورة ثانية في كل أعالم تصير مفاوضات هذا واحد في السجن ما خلوش يتفاوض والأخر ساجنينه وصحابه أو ساجن نفسه ما خلوش أيضا يتفاوض أو هو مش حاب أو كده الله أعلم حجته معه على يتحاد كل شكر لك شكرا عضو المنتخب في مجلس نواب الشعب التونسي والمرشح السابق لانتخابات الرئاسية سيد صافي سعيد كنت ضيفا اليوم في استوديوهات الميادين في تونس كله شكر لك مرحبا بك تعزوا علي الميادين والله أنا مريض شكرا جزيلا لك الشكر الدائم لكم مشاهدين على متابعتكم التونسية انتهت لليوم الموعد يتجدد غدا إن شاء الله في التوقيت نفسه إلى ذلك الوقت إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة